اشتركوا في القناة 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 قريبوا في القناة اشتركوا في القناة إن النهار ده كان فيه اجتماع لدكتور مصطفى مدبولي مع دكتور رحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ودكتور مصطفى قال له إن إحنا عايزين الحفلات والمهرجانات طول السنة ما تبقاش بس موجودة في الصيف وإن العروض للثقافية تبقى موجودة طول الصيف ويمكن ده أي حد بقى بيتفرج علينا دلوقتي كمان فيه تعاون ما بين وزارة الثقافة وتسكرتي يعني المتحدة متمثلة في تسكرتي ادخل على موقع تسكرتي أي وقت أي وقت هتلاقي كل حفلات وزارة الثقافة وكل حفلات الأبرة موجودة سواء في القاهرة في ضمانهور في مصرح سيد درويش في اسكندرية هي دي لو إزاي ما يبقاش الحالة دي حالة صيف وأجازة فقط ما إحنا ممكن نستثمرها خميس وجمعة مثلا ففكرة إنه مهرجان القلعة فردا يعني يتعامل مسيل ليه شتوي أو يبقى طول السنة مهرجان القلعة أعتقد ده شيء عظيب صح ما هو ده ده اللي بقى كمان عملها المتحدة الحقيقة في حفلات لهالي مصر أي محافظات على مدار السنة مش بس في سيزن واحد على مدار السنة كل شهر في حفلتين في محافظتين مختلفين فدي حاجة كويسة لأجازة نص سنة مثلا الناس محتاجة برضو تحدث في حفلاته تبقى لطيفة وأظن ده اللي هيحصل يعني النهاردة عجبني جدا الاجتماع والنتائج رئيس الوزراء مع وزير الثقافة وزير الثقافة وإنه إزاي نستغل الأصول وإزاي إن إحنا نعمل تعاون مع القطاع الخاص في إن إحنا نعمل مهرجانات وحاجات ونسهل الدنيا شايف استغلال الأصول والاستفادة ويبقى فيه عوائد اقتصادين دي حاجة كون المفتقلين عندك رأي فيها زي إيه صح يعني إحنا المفروض في الاجتماع النهاردة تقال إنه هيتعامل منصة رقمية اسمها توراس مصر إحنا لما تندخل على اليوتيوب هنلاقي حفلات بتاعتنا بتاعت وزير الثقافة وهنلاقي مصرعات كلها مسلوقة وهتلاقي ناس عادية واخد فيديوهات ومصوراها وكده وبتعرضها وبتكسب منها فلوس كتير طبعا نحن نعمل منصة يبقى فيها الكلام ده نحمي التراث بتاعنا سواء حفلات سواء أرود مسرحية سواء أفلامنا لأن وزير الثقافة كان بتدخل في إنتاج أفلام تكيل فكل ده ده دي حاجة مهمة جدا الحقيقة احنا كنا مفتقدانها للسينية اللي فاتت أعتقد وإحنا كده كده حنتكلم على الثاني مع عبدالله بس بمناسبة يعني إحنا مجرد بنترح أفكار ما عندناش لزام لحد يعني يعني لازم برضو أعتقد فكرة مشاريع التخرج لطلبة السينية على فكرة بيبقى فيها عندهم أفكار ومشاريع عظيمة جدا كونين دي برضو أيضا يلقى عليها الضوء ده شيء في غاية الأهمية كل أنواع المهرجانات اللي الناس ما تعرفهش الناس تعرف مصر مهرجان اسكندرية تعرف مهرجان القاهرة مهرجان فنون شعبية لا إحنا عندنا مهرجان مصر حقاومي عندنا مهرجانات كتير وعندنا الوزارة السقافة بتعمل مهرجانات كتير وعشان كده النهاردة برضو كان فكرة أنه دخل سبونسور وإزاي ما تبقاش أنت بس تعزز المصادر الداخل بتاعتك عشان هي في الآخر من زمان مصر هي بلد الفن إحنا إزاي في دول سباقتنا بنبت يعني الهند على سبيل المثال بتكسب ملايين ومليارات كون سنة لا من المهرجانات وفكرة المهرجان طبعا والمغرب يعني وده يمكن بقى عايزين كمان نطالب فيه إن إحنا لازم كمان من استغلال أمثل الثقافة عندنا إن إحنا نسهل شوية وأنا عارف إن الحكومة بتعمل على ده تصوير التصوير الخارجي العمال الخارجية طبعا ده أهم حاجة المغرب لسه شايفين قد إيه فلوس بتادخلها إحنا بقى عندنا كل حاجة عندنا بحر عندنا قصار عندنا صحرا عندنا كل حاجة موجودة فإحنا إزاي ما نبقاش الهب لكل الدول العالم تيجي تصور فيه عملها سواء دراما أو سينما هو ده وده جزء مهم ما حنتكلم فيه في الجزء التاني بس خليني أطلع فاصل وأتوصل مع حضراتكم بعد الفاصل كنا بنتكلم قبل الفاصل وكان أستاذ عبدالله غلوش بيترح وجهة نظره فكرة إنه إزاي يتم التصوير في مصر هل بتطالب في البداية كده زي ما بنقول يعني مجانا ولا بمقابل بسيط أنا عايز أجيب العالم كله يصور في مصر فهم أصود إيه عبدالله تجيبه إزاي أجيبه إزاي إنه بقى بفلوس اللي إحنا عايزينها يعني نحط اللي إحنا عايزينه مش ببلاش خالص ولا أي حاجة في الآخر ما كل الدول بتدفع بس المشكلة الرئيسية عندنا إنه هو فكرة الشباك الواحد اللي هو أنا مروحش أخلص ورق من هنا وأعمل جمارك من هنا وأعمل كذا وكذا لا هو مكان واحد هو اللي بيخلص حركة عايزة تصور لا بس فيه منتجين اشتاكوا من الارتفاع طبعا الاسعار بسوصا بالتخليل لأنه بيبقى فيه فيه فلوس على الضرائب كتير وفيه حاجة كتير لكن العائق الأكتر والمعظم الناس بتشتاكي منه فكرة إنه لا أنا عايز مكان واحد والله اتفضل أنا عايز أصور كذا فاتفضل خد هو شباك واحد فيه كل أخلص كل الوزرات كل الوزرات كل التصريح وكل الإجراءات لكن هو واحد جاي من برة أيوة هيجيب ناس من عندنا خلاص بس ده هياخد وقت كتير جدا ده أنت محتاج توصل لأنك تخلص ده كل أونلاين وبعدين إحنا دلوقتي في عصر اللي هو الناس عايز تخلص تصور بسرعة يعني عايز أعرض هنا وأعرض في المنصة كذا وأعمل كذا ما فيش بقى وقت إن أنا ما عنديش براح ولا أي ففكرة الشباك الواحد ده أهم أكتر كمان من فكرة إننا نقلل الفلوس الفلوس على حسب المكان طبعا إحنا اللي عايز تصور في منطقة أسرية غيرها هيتصور في بحر غيرها هيتصور في صحر طبعا لكن الأهم هو فكرة إن كل الإجراءات كل الورق يخلص من مكان واحد ده هيسهل كتير جدا هيخلي دول كتير جدا أمريكا وأوروبا دول كتير جدا تيجي تصور عندنا إن إحنا عندنا استوديو يعني ربنا ويبنا استوديو مش موجود في حتة في العالم صحيح عندنا أماكن طبعية غير عادية في صف الشتة في كل الوقت طيب هل عندك تفكير أو عندك رؤية وجهت نظر فكرة استغلال أصول أكتر اللي كان بيطرح النهار ده مع مع الرئيس الوزراء يعني مثلا هل المتاحف ولا تتبهدل يعني فكرة إنه زي نستفيد من المتاحف أنا هنا مش بكلم في زيارات بقى وإن إحنا نروحوا كده لأ حفلات مثلا طبعا لأ إحنا في الآخر عندنا نموذجين اتعاملوا سواء حفل الميوات أو طريق الكباش لتنين لغاية النهاردة يعني هو مثل محدش عارف يعمل زيه يعني دي حاجة عندنا صحيح محتاجين نعمل ده لسه الشتة اللي فاتت عملت مقويتهم وكلسون في المتحف كان رائع أنت هي جزء كمان من نجاح العالمين كمان وفكرة نقلها هي ناس عايزة تروح تشوف الأبراج اللي هناك إيه المدينة اللي حصلت دي صحيح فكرة السياحة الفنية دي إحنا محتاجينها جدا دي إحنا محتاجينها جدا كنا بنتكلم في الفاصل أنا وأستاذ عبدالله وعلى فكرة كنت بحكيله على الفكرة اللي عملها الأستاذ براهيم حجازي الله يرحمه الصحفي والإعلامي الله يرحمه الكبير كان عمل فكرة الملعب الزجاجي في الأهرامات وبعد كده نقلها على الغرداء على الغرداء وجاب نجوم مصر نجوم العالم كله هو السبب أن احنا متصدرين ومتسايدين اللعبة الغادي الوقت بسبب الملعب الفكرة دي هل ممكن نطرح فكرة المصرح الزجاجي المتنقل حتى يبقى ده موجود كل المحافظات في كل السيزن حتى في الشتاء يعني زي الفكرة اللي كان بعمل لما يدي فكرة فكرة صح فكرة هيلة جدا والله وهي الفكرة في أن احنا بس نعمل هط بس تصور الفكرة وليف وده اللي بقولك التاني أقول عليه المتحدة بدأت فيه لأنه دلوقتي كمان الإزاز فكرة حلوة بس حفلات نوعية معينة من الحفلات طبعا دلوقتي احنا فكرة برضو الإبهار جزء كبير من طبعا احنا لا محتاجين مصرح كبير محتاجين لا بكلم في الشتاء ايوة طبعا في الشتاء طبعا فكرة هيلة جدا محتاجين أفكار ومحتاجين آراء كتيرة جدا لأنه زي ما تقال النهاردة في الاجتماع هو فكرة في توجيه الرئيس أو تكليف الرئيس للحكومة كتفكرة بناء الإنسان وبناء الإنسان ده قيم على ثقافة بالمقام الأول وهنا انت بتتكلم كمان فيه وبجانب ما انت بتعمل حفلات بقى فيه فن تشكيلي وحد بيعرض لوحات وبتكلم في نحط وحد قاعد يعني احنا محتاجين الحالة كلها صح زي ما العالمين عمل حالة كاملة متكملة محتاجين فكرة صح ومعرض سلع معرض بتاعة خزف وحاجات والحاجات اليدوية كل الحاجات دي احنا محتاجين وده اللي كان موجود في العالمين السهيلي ومفروض يبقى موجود في كل المحافظات بعد كده عندنا نتمنى خلينا نتابع واتشرفنا تاني وعشان محتاجين بقى نتكلم عن المواهب لكن خلينا في لقاء تاني ونشوف وزر الثقافة حيعمل ايه تقطيط في دماغ والناقش ده وناخد اراء الناس فيه بشكرك شكرا جزيلا انت صح فيه بقى لغالوش بشكرك نورت بشكرك حضراتك اشوفكم بكرة على خير مع تحياتي عزة مصطفى وإلى لقاء